بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض كورس الABI Testing واحنا مازلنا في الجزء التاني اللي بيتكلم عن ABI Testing باستخدام Postman ومازلنا برضو في الجزئية بتاعة كتابة التستس and scripts بس دلوقتي هنتكلم عن كتابة التست باستخدام الVariables فاحنا هنبدأ نشرح انواع الVariables المختلفة اللي جوه Postman, Global Variable, Environment والSession Variable وبنستخدم كل واحد امتى وبعدين هنتكلم عن حاجة اسمها PreRequest Scripts ودي سكريبتات ممكن نعملها Run Able Request وبعدين نشوف لو عايزين نشغل كذا URL لو احنا عندنا كذا Environment وهنتست نفس الحاجة عليهم وفي الآخر نشوف ازاي بنعمل Debugging للتستس بتاعتنا تعالوا الاول نقول يعني ايه Variable طبعا الناس بتوع البروجرامينج فاهمين الكلمة الVariable هو Place Holder for Dynamic Values يعني ده مكان بشيل فيه قيم بس متغيرة يعني لو هنتخيل مع بعض كده الفرق ما بين الVariable والConstant الConstant يعتبر انت بتكتب حاجة بألم جاف فانا كتبت رقم تلاتة فخلاص ده هيفضل تلاتة لنما الVariable انا عندي ورقة وبكتب عليها بالألم رصاص قيمة وبعدين ممكن في اي وقت امسح القيمة دي وحط قيمة مكانها بس الورقة اللي هي المكان اللي بشيل فيه سابتة اللي هي الVariable تمام فانا عندي Variable وبشيل فيه قيم متغيرة فزي ما بنقول الVariable similar to any programming language يعني تعريف الVariable في اي لغة برمجة هو نفسه تعريفه في بوستمين وبنستخدم الVariable ليه عشان مبدأ اسمه dry dry يعني don't repeat yourself يعني مثلا عايز استخدم x بخمسة فبدل ما في الاول اقول خمسة وبعدين نستخدم الخمسة دي تاني اللي هي x اقول له اعايز رقم خمسة وبعدين وهكذا سبع عشر مرات طب ما نعمل حاكمة كان اسمه x وكل ما احتاج رقم خمسة اروح اقول له انت x تمام او نفس الفكرة او عايز اجمع رقمين x و y احطوهم في z وهكذا عندنا في بوستمين فيه انواع من الVariables وطبعا الاختلاف ما بين النوع والتاني هو اختلاف في السكوب بتاع الVariable ده يعني لو بصينا من تحت لفوق هنلاقي Local Data Environment Collection Global الGlobal Variable ده يعني متشاف في بوستمين كله الCollection متشاف على مستوى الCollection دي الEnvironment اقل والداتا لحد الLocal Variable فتعالوا نبدأ نقارن ما بين الVariables دي ونفهم كل واحد هنستخدمه امتى اول حاجة عندنا الGlobal Variable الGlobal Variable ده نقدر نستخدمه في اي request او اي collection في البرنامج بتاعي يعني تعالوا نجرب كده الكي والتوكن في المثال بتاعنا اللي كاريتنا فيه بورد وليست نجرب ان احنا نعمل الكي والتوكن كأنهم Global Variables مش Static Values فهنا لو رجعنا البوستمين احنا كان عندنا ده وده واحد بيكاريت بورد واحد بيكاريت لست فاحنا هنا مثلا كان عندنا الكي والتوكن صح طيب تعالوا نبص فوق هنا على الرسمة دي هتلاقي كلمة جلوبلز صح طيب انا دست على العين اللي فوق يا جماعة فلو دست edit واختار اعمل حاجة اسمها key وحاجة اسمها token لسا محطناش فيهم values تعالوا ناخد key نحط القيمة دي اهو edit وحطها هنا ونرجع ناخد القيمة اللي في التوكن ونحطها هنا طيب ده هينفعني في ايه هينفعني ان انا هنا مش هقول له key بيساوي ده لأ اهو بصوا هفتح كده واقول له key تمام هو كده عمل ايه هنلاقي حتى هو معلم مجرد ما جيت ايدي هنا قال لي اه ده انت عندك variable وحرف g ده يا جماعة معنى global اللون الازرق كل نوع من variables ليه لوني فبيقول لي variable ده فعلا اهو موجود لو مش موجود مش هيظهر الكلام ده اصلا يعني مش هيظهر لي اللون البرتقاني ده وبيقول ان السكوب بتاعه global لان انا كتبته فوق طيب التوكن حط هنا التوكن اهي كده برضو التوكن اتأكد اهو الله يبقى قيمة دي ايه الميزة في الكلام ده لو تفتكروا في الفيديو اللي فيهاية لما جيتها carry a list دخلت بنفسي وقعدت اجيب list id صح واكتب الكي واكتب التوكن لا بقى المرة دي انا مش محتاج اعمل كده انا هقول له الكي ومين والتوكن طيب ده كويس في حاجة تاني يا جماعة جدا افترض ان انا بعدين خدت الكلام ده وروحت اعايز اعمله من لابتوب تاني او على يوزر تاني تمام فانا كده كل اللي هعمله مش هعد ادخل في كل امر من دول وغير الكي والتوكن لا انا هدخل على الجلوبالز وغير قيمة الكي وقيمة التوكن فبالتالي هي هتتغير جوه كل الحاجات دي من غير اي مشكلة بقى تعالوا هنا مثلا البورد طبعا البورد اي دي احنا كنا حطينه كده المفروض هو يكون كان فين نعمل اول سندل داون جرب اهو شغال عادي جدا ناخد البورد اي دي ونحطه في الليست طبعا هنا لو نحظين لما كتبت البورد اي دي كجلوبال فاريابل قال لي انريزولفت فاريابل لاني مفيش فاريابل عندي اسمه بورد اي دي فعلا نحط دا وندوس سند الدنيا شغال عادي جدا يبقى دا كان استخدام الجلوبال فاريابل طب انا لو عايز استخدم جلوبال فاريابل جوه الكود بتاعي هنلاقي كلمة تست في عندنا كلمة جيت اجلوبال فاريابل فهو هنا بيقول لي انا عايز الفاريابل كي بصه لما هكتب كده كي هو وقال لي اهو عندك في واحد اسمه كي واحد اسمه توكن كده انا اقدر استخدم الجلوبال فاريابل دا جوه الكود هنا براحتي تمام كده انا خدت القيمة بتاعته واستخدمها جوه الكود طيب العكس لو عايز زي ما قولنا اسيت اجلوبال فاريابل يبقى اقدر ادوس اسيت اجلوبال فاريابل اهو انا هقول له والله الفاريابل اللي عندي اللي هو قيمته كذا هطهولي جوه مكان ولاقيه اتسايف فوق زي ما عملنا في دي و اي دي قبل كبه لو نفتكر يفضل ان احنا بعد ما نخلص شغل مع الجلوبال فاريابل هنلاقي فيه كلير اجلوبال فاريابل بي ام دوت جلوبال دوت انسيت انسيت يعني كلير زي ما قولنا يفضل ان الكود بتاعنا يبقى مكتوب كويس وما نستهلكش ميمور كتير لان البرنامج بتاعنا لما هنشتغل في شغل الحقيقي المفروض يكون كبير فلما اقعد اعمل جلوبال فاريابلز جيت وست جيت وست من غير ما ارميها من غير ما كانسيلها يعني او عمل لها ريليز اللي استه هنا هتكبر جدا وده هيتقل علي فالافضل ان انا مثلا اعملت سيت الكلوبال فاريابل سميته طارق مثلا وحطيت جواه اي حاجة بقى اللي هو جيسون داتا زي ما بنعمل كذا دوت كذا مثلا جيسون داتا دوت اي دي بورد ده مثال يبقى بعد ما استخدم اروح اعمليه انسيت للفاريابل اللي اسمه طارق بحس ان انا خلصت شغل اعمله انسيت طيب تعالوا نجرب الفكرة اللي قلناها في الفيديو القديم ان احنا عايزين ناخد البرد اي ده تمام ونستخدمه جوا الامر ده يبقى احنا دخلنا على تستس هنا هنقول ايه ندخل نعمل سيت اجلوبال فاريابل طيب الفاريابل كيه هنسميه مثلا ماي بورد اي دي تمام وقيمته ايه جيسون داتا دوت اي دي صح كده او احنا عندنا البورد اي دي بتاعها تعالوا نشوف سنت قيب لو دخلنا هنا كاريتلي فاريابل جديد اسمه ماي بورد اي دي كده انا عملت سيت هدخل هنا بقى اروح اعمل ايه اروح داخل على برامترز والبورد اي دي اسميه ماي بورد اي دي اهو كده لما دوس سنت هيتبعت عادي جدا بالا اي دي بتاع البورد اللي هو انا واخده من هنا اهو ده تاني نوع من الفاريابل ازا عايزين نشرحه هو الانفارومنت فاريابل الانفارومنت فاريابل زي الجلوبال فاريابل بالظلط بس ليه سكوب اصغر الانفارومنت فاريابل مفيد جدا لما اكون عايز اشتغل على كذا سيت اوب مثال احنا لما بنشتغل تيستن يا جماعة انا مثلا شغال على الكمبيوتر ده فباشتغل على الوكال هوست تمام انا ديفالوبر هنا بعدين بعدت الكلام ده عملت له بوش للتسترز عشان يشتغلوا عليه فهنقل على انفارومنت جديدة بيو ار ايل جديد هسميها التيستنج انفارومنت بعدين بعد التستنج نفس الشغل ده هيتنيقل على البروداكشن فبالتالي انا عنديприابل بيتغاير علي حسب الانفارومنت اللي انا اشغال فيها الكيو والتوكن اتغيره البردة ايدي اتغيره وهكذا في الحلقة دي بحستخدم الانفارومنت RAM ممكن نستخدم الانفارومنت فيريابل في الرووست بيلدر بنفس الطريقة اللي بنستخدم بيها الجلوبال فيلد uncle and then we can use them if you find. بمعنى إيه؟ إحنا هنا مثلا لو لاحظنا ده الجلوبال سكوب يا جماعة نوع environment هتلاقوا هنا الـ variables كتير فأنا عايز أنظم شغلي ممكن أكارية environment جديدة دي الـ environments اللي عندي فأنا ممكن أعمل environments هدوس add واختار environment وحط جواها variables مش لسبب غير أن أنا أنظم شغلي يعني تعالوا نشوف مثلا لو أنا عايز أحط كل الـ variables بتاع التريلو جوا environment واحدة عشان ما يضيعوش مني فأعمل هنا دوس إيه؟ add environment وسميها تريلو تعم؟ وحط جواها variables واحد اسمه key واحد اسمه token واحد اسمه board ID مثلا تعم؟ تعالوا بقى ناخد القيم اللي بره دي اللي كنا حطينها أهي احنا طبعا قلنا قبل كده أن احنا ممكن نعمل إيه؟ ندوس هنا كده control بصوا نيجي هنا أنا كده معلمين على التلاتة أنا عارف إن اللون رمودي شوية بس ينفع و ندوس copy و نرجع ال environment اللي عملناها فينها؟ احنا سميناها تريلو اهي تمام؟ كانت فاضية نروح عارفين إيه؟ او هم التلاتة تزاودوا نمسح الوكودات دول كنا نحطينهم بس فدي قيمة key والتوكن والboard ID update فكده إحنا جوة تريلو تمام؟ هتلاحظوا بقى إيه؟ بما إني جوة تريلو شايفين؟ by default قال لي الكي ده إيه environment variable أنا حطيت لك القيمة بتاعة environment variable يعني أنا لو جيت رجعت لنو environment وغيرت قيمة الكي هنا خلتها واحد دين تلاتة مثلا يبقى أنا كده عندي قيمتين للكي لو أنا في public global ملاحظين الكي بقى واحد دين تلاتة وطبعا لما هعمل الأمر ده مش هيشتغل هيقول لي invalid key لما أدخل على ال environment اللي اسمها تريلو تريلو 1 ودوس send by default الكي قيمته تغيرت وقدر أشتغل فأنا كده أقدر أشتغل على two environment يعني أنا أقدر من هنا مثلا بنفس الأوامر أشتغل على two users طارق واحد تاني وجرب الأمر على اليوزر ده واليوزر ده ممكن أنت مثلا لو عايز تحط سيناريو طويل أن أنا بدخل من يوزر اللي هو مثلا اللي بكارية البورد وبعمل بورد جديدة وجواها list وبدخل من يوزر تاني وبحاول أمسح الليست دي فاليوزر التاني ده ما عندهوش مثلا سماحيا أنه يمسحها أو أتزود كارد وأتأكد من يوزر أولاني هل شفتها ولا لا كل ده ممكن أنت تقعد تنقل ما بين الانفورمينت دي والانفورمينت دي طبعا نفس الطريقة اللي بستخدم بيها الـ Global Variable بستخدم بيها الـ Environment Variable يعني لو دخلت على التست هنا هتلاقي فيه Set An Environment Variable إيه معنى الكلام ده؟ إنه هو هيكارية Variable بس خاص بالـ Environment دي بس وفيه برضو Clear An Environment Variable ممكن بعد ما خلص استخدام الـ Variable أمسحه تاني في نهاية شغلي آخر حاجة بقى مهمة جدا هي Session Variable ودي اللي بتلخبط ناس كتير جدا ودي ما كانتش موجودة في الـ versions القديمة من بوستمين فاللي عنده version القديمة ياخد بالمنقطة دي أنا لو عندي قيم مش عايز حد غير يشوفها احنا قلنا قبل كده مثلا إن التوكن والباسورد واليوزر نيم والحاجات دي والكي ممكن تكون حاجات برايفت أنا مش عايز حد غير يشوفها تمام؟ ففي الحالة دي أنا شغال بستخدم كي وتوكن وباسورد وعايز أشير الـ ABI بتاعتي مع حد أو التست اللي أنا عاملها على بوستمين للـ ABI مع حد فأنا هبعت له للشغل بتاعي فبالتالي هو كده هيعرف الباسورد بتاعي وهيعرف كل حاجة فأنا هنا عايز أعمل طريقة بحيث إن الـ data اللي تعتبر خطر اللي هي sensitive data تبقى أنا بس شايفها وباقي الـ data كلها أقدر عمل لها يشير مع الشخص التاني الموضوع عامل زي كده يا جماعة لما تيجي تكتب بوستات على الفيسبوك فتختار البوستة friends only أو public أو ممكن only me محدش يشوفه غيري فعشان كده لو لاحظنا لما كنا فتحين تريلو كان دايما كل variable فيه قيمتين initial value وcurrent value وما تكلمناش عن الفرق ما بينهم كنا دايما شغالين على current value ومتجاهلين الـ initial value الفرق هيبان دلوقتي الـ initial value العشمال دي دي private انت بس تقدر تشوفها الـ current value بقى دي public تقدر تعمله شير مع أي حد يبقى أنا كده لو عملت شير للريكوست دي القيم اللي على يمين كلها هيتعمل لها شير انما القيم اللي على الشمال دي محدش هيشوفها اللي هي حتى الآن فاضية يعني تعالوا مثلا نكاريت اتنين global variables edit كده ونعمل واحد نسميه مثلا variable 1 ونخلي الـ initial value هي المليانة ونسيب الـ current value فاضية variable 2 ونسيب الـ initial value فاضية ونملى الـ current value وندو save نقفل هنلاحظ ايه variable 1 الـ initial value اتنقلت لوحدها للـ current value تمام انما variable 2 الـ initial value ما تمالتش أنا ماليت الـ current value لكن ما راحتش للـ initial value ونلاحظ كمان الـ initial value ما بتتغيرش أنا من هنا ما قدرش اغيرها لازم ادخل واغيرها من جوه تعالوا نعمل edit للـ variables دي والاولاني نروح مغيرين الـ initial value ملاحظين يا جماعة هغير مين الـ initial value والتاني هغير الـ current value خليتها سري save وندوس send هنا بقى الموضوع اختلف ايه اللي اختلف الـ initial value اللي انا غيرتها ما تنقلتش هي اول مرة تنقلت يعني اول مرة هحط قيمة في الـ initial الـ initial هتروح للـ current by default لكن الـ initial دي احنا قلنا انها حاجة private فانا قررت ان الـ current value اللي تظهر للناس واحد انا بقى جوه الـ computer بتاعي او جوه الـ user بتاعي بغير في القيمة الـ initial دي لأي حاجة secure مش عايز حد يعرفها فلما هعمل شير مين اللي هيتعمله شير اللي على اليمين بس تاني انا هغير في دي براحتي ومش هتظهر هنا يعني افترض ان انا الباسورد الحقيقي بتاعي مثلا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام فده الباسورد الحقيقي انما فانا هعمله save اهو هو save وقدر اشتغل بيه عادي تمام بس انا لما اجي اعمل شير مش هعمله شير لأ انا هبعط لشخص بس مثلا اي حاجة xyz مثلا او مثلا ممكن اكتب له هنا please enter your password here كده انا مخلتهوش يستخدم الـ value بتاعتي اي حد هيشوف هيشوف دي ومش هيشوف الـ initial value اللي انا بستخدمها على الكمبيوتر بتاعي فيه نقطة مهمة ان احنا لو دخلنا على الـ settings شايفينها العلامة الفوق دي هنلاقي الـ settings هي ايه؟ بعضكم هيحصل عنده حاجة مختلفة يعني لو لاحظتوا انا لما غيرت القيمة هنا راحت هنا في اول مرة صح؟ طيب لو دخلنا على الـ settings بقى وبصينا هنا هتلاقي فيه حاجة اسمها automatically persist variable values بيقول لي ايه؟ enabling this will persist the current value of variables to the initial value at the end of every request execution انا لو عملت دي on تمام؟ الـ current value هتروح للـ initial value يبقى انا على حسب عايز في نهاية الـ request بعد كل الـ request هل القيمة بتاعة الـ current value تروح للـ initial value ولا القيمة ما تتأثرش بتاعة الـ initial value وتفضل ثابتة بغض النظر انا بعمل ايه في الـ current value فالمفروض نخليها off او on على حسب احنا هنستخدمها ولا طبعا فيه نقطة مهمة لو حد وقفت معا حاجة انا مستحيل اكون هنا بشرح كل تفصيلة في postman يعني مثلا هنا ممكن حد يكون مفهمش قوي حتة الـ variables دي هتلاقي هنا كتب ليه learn more about variable values هندخل عليها هتلاقي postman اصلا هم عاملين يا جماعة بيشرح هنا الـ variables تمام؟ وانواعها اصلا الصورة دي انا واخدها من الموقع بتاع postman اساسا تمام؟ وازاي تتعامل مع الـ variables وجايبلك كمان screenshot من جوه البرنامج اهو الـ variables ده ايه الفرق ما بينه وما بين الانواع التانية هنا مثلا هو بيشرح الـ scope مشي وازاي تتعامل معه من خلال الـ script طب ايه الفرق ما بين collection variables مثلا انا مش رحتهوش data variables وكل واحد وامثلة عملية عليه تمام؟ بس طبعا ده بالنسبة لمن لحد اللي لسه هيتعمق اكتر في الموضوع يعني لو انت بتذاكر من باب ان انا بتعلم postman عشان افهمه ومثلا اكتبه في CV او لسه مش عارف هستخدمه في ايه لا كيف هيا عليك اللي بنشرعه في الفيديوهات لكن لو انت في شغلك فيه function معينة مش عارف تعملها ازاي وحسيت ان هي مش في الفيديوهات تمام؟ فانت ممكن تبص هنا هتلاقي شرح زيادة لحاجات في الغالب بتكون advanced وغالب الناس ما بتستخدمهاش فعشان كده انا بحاول اشرح الحاجة اللي كل الناس بتستخدمها لكن انت ممكن تحتاجها لو شغلك في الحاجات دي وطبعا زي ما انتوا شايفين على الشمال ده شرح كل حاجة اهي في postman ال collection runner لسه هنشرحه المونيتورز والموك سيرفر وكل حاجة اشتركوا في القناة